اهلا بيكو فيديو جديد معيكم نوها وريفيو جديد عن منتجات جتير حلوة من ايفون ومن ارفلام ارفلام هتبقى معينا في الريفيو دوت حاملكو مقارنة عن جميع السكراب بتاعت البادي بتاعت الجسم وايه احسن سكراب انا استخدمته وايه احلاهم وايه رحته حلوة وايه نص ونص وهنتكلم عن كل واحد بالتفصيل بس قبل ان نبتدي الريفيو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب سبسكرايب كتير كتير كمينا نبتدي الريفيو بتاعنا اه هقول لكم كده الاول معينا ايه السكرابس اللي معينا النهاردة معينا السكراب الروث ووتر انشابر من ايفون كير ومعينا من ارفلام السكراب بتعملك عند هاني جولد اسمه شوجر سكراب ومعينا من ايفون بلانت سبا الكاريون شاركل بادي سكراب ومعينا من ايفون برضو من اللاين بتاع ايفون ناترالز بادي كير السكراب بتاع البنك بريفروت ومعينا من ارفلام من اللاين بتاع لوف ناتر المكشر فهنتكلم عنهم دول خلاصة تجارب بتاعتي هنتكلم عنهم كلهم كل واحد هنتكلم عنه باستفاضة يلا بينا نبدأ الريفيو بس زي ما قلتلكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب حبتديهم من الاقل للاعلى اوكي عشان ايه تفضلوا معي لاخر الفيديو يلا بينا نبدأ ومعينا اول سكراب من اللاين تاع ايفون كير طبعا السكراب ده يعني وش هايز اقول لكم قد ايه انا انصطدمت فيها شية باتر بقى زبدة الشية وهيبقى ترتيب بقى وحاجة يعني ما توصفتش السكراب ده اي كلام على فكرة جماعة يعني حتى مش طايل حتى انه يبقى شاورجل يعني طبعا الحبيبات اللي فيه ضعيفة جدا انا استخدمته كزا مرة هو اه الجيلاتيني كده جيلاتيني الحبيبات اللي فيه ضعيفة جدا 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 يعني مش سكراب للجسم خالص يعني مالوش اي تأثير غين ان انت بتستخدميه بيرطب لك جسمك حاجة بسيطة يعني هو ده فايدته ان هو بيرطب الجسم ريحته مش قوية حتى زي الماسك بتاعه ميت الورد وزبدة التشية ريحته اقوى من السكراب فالسكراب ده انا شايفة ان هو ما يستهلش ان هو يكون سكراب للجسم يعني هما يزودوا الحبيبات اللي فيه شوية ويبقى سكراب قوي للجسم ما يعدلو يخلوش هو جل ويزودوا ريحته يعني هو لا طايل كده ولا طايل كده فانا بصراحة السكراب ده انا مش هقراره تاني هو ميتين ميلي لو تحبوا نقرأ سوا هو مكتوب عليه سكراب يقشر وينزف بشرة اليدين والجسم ومناسب لكل انواع البشرة تركيبة خفيفة للعناية بشرة اليدين والجسم حتى هو ما ينفعش حتى يبقى مكشر يدين يقشر البشرة الجفة ممكن يكونوا هما عاملينه عشان البشرة الجفة يرطبها لكن يعني هو مفروض مكشر لكن هو ما بيقشرش بصراحة وما بيقشرش حاجة ويتركها بمظهر مشرك ومنعش ومناسب لجميع انواع البشرة هما كاتبين البشرة الجفة وعكاة راجعين كاتبين مناسب لجميع انواع البشرة ده اللي كيه على البشرة مبللة ثم اشتفيه سكراب ضعيف جدا جدا يعني حتى ولا الريحة ولا الملمس ولا المعجبنيش بصراحة سكراب مش حلو خالص نفش على السكراب اللي بعده اللي هو اعلى منه كتير بصراحة ده خلاص هنستخدمه شاورجل ولا نعمل باي حاجة مش نفع بصراحة السكراب اللي بعده ده انا كنت عملت عنه قبل كده ورأيي عنه ما تغيرش سكراب ممتاز ممتاز يعني بعد ما بتستخدميه بشرة جسمك بتزيق من النظاف هو عيبه الوحيد رحته طبعا هو متين ميلي اه وطبعا هو سعر اعلى من واعلى من اللي احنا لسه هنتكلم عنه بس هو بصراحة يستهل سعره اللي مش هيفرق معاه نقطة الريحة هو جميل وبينظف وبيجدد خلال بشرة هو بالفحم الكوري عشان خاطر اللي ما شافش ده قوامه ايه رحته مش لطيفة طبعا انا مستخدمة منه حبة حلوين سواء اهو ده قوامه اهو آآ طبعا لونه غامق عشان هو بالفحم الكوري الحوايبات بتاعته قوية جدا تعالوا نقرأ كده مكتوب ايه هو سكراب مكشر البشر الجسم يتغلغل بعمكل وننظف البشرة فعلا ده بيحصل ويشعرك بالانتعيش لأ مفيش انتعيش ده اللي كي على بشرة الجسم في حركات دائرية مع الاهتمام بالمناطق الجفة اشتفيه جيدا يستخدم من مرة الى مرتين اسبوعيا تفادي ملامسة منطقة العينين هو سكراب قوي جدا 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 اديله كم من عشرة اديله تسعة من عشرة يعني هو لو كانت الريحة كان هيبقى سكراب ممتاز على اللي يضاهيه في نفس المستوى من النظافة في نفس المستوى من الحبيبات في نفس المستوى مع اختلاف السعر طبعا اورفلام حاجة اورفلام معروف ان هي اغلب كتير من حاجة ايفون بس لو هنتكلم على الكواليتي بصراحة ممتاز يعني ده من اورفلام بتعمل كاند هاني جولد ها مكتوب عليه اسموذينج ويز شوغر سكراب طبعا حبيباته ريحته جميلة بسو الحبيبات اهي حتى ظهر على الوطاق انا نخلصه انا سايبا لكم عشان خاطر تشفو اهو ولا حرمتكم من حاجة اهو طبعا ملمسوا ايش هزا قلوك الله ولا ريحته حاجة كده ده لعب اصلا يعني فضيع 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 طبعا هو مرتب عيلي جدا لان هو ممكوناته اللبن وعسل النحل ريحته حلوة ريحة زهرية كده يعني ريحت العسل مع ريحة زهور كده الحبيبات بتاعته قوية جدا 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 بصراحة ارشحه للناس اللي بتتعامل مع ارفلام ارشحه ليهم بكوة حاجة كده برضو تخلي جسمك يزيق من من نظافة يعني حاجة اجمل سكرابات الجسم اللي استخدمتها في حياتي يعني حياتي عاملة زي زي السكراب بتاع سوب اند جلوري والحاجات اللي هي الغالي القوي دي اه هو يستاهل سيروه لو حابين نقرأ مكتوب عليه ايه وراء سكراب للجسم يودلك ثم يشطفر الكلام يبقى لو ادرك هم مش محتاجين يتكلموا عن منتجاتهم هي منتجاتهم بتتكلم عنهم ريحته جميلة قوي قوي يعني هو بصوا ده وده نفس التأثير بس ده هي المشكلة في ريحته هم الاتنين متين ميلي هم الاتنين السكراب قوي جدا وبينظف الاسم بعمق ده شوية ما بيرطبش ده بيرطب ايه ده عايز بشرة دهنية ده عايز بشرة جفة اه لان ده الفحم معروف الفحم مميزاته للبشرة الدهنية الاتنين نفس الخواص الاتنين نفسه القوة مع اختلاف السعر اعتقد بتاع اغلى شوية ده ريحته حلوة ده ريحته مش مستصغة فاحنا كده ايه عملنا مقارنة سريعة نيجي بقى لاخر معي وهو حاجة يعني بصراحة هو اللي هفضل اكرره يعني لانه هو محقق المعادلة الصعبة محقق كل شيء هو الجميل الامور العسل ده من ايفون ناترال اه السكراب ده بالبينك بالجريب الفروت الوردي والابريكوت المشمش اه ريحته ولا ارواع ولا اجمل ولا احلى ريحته جميلة جدا يعتبر هو افضل ريحة في كل السكرابات بتاعت الجسم اللي استخدمتها قبل كده منعش جدا حبيباته قوية جدا قوي مرتب جدا بصوا قوامه قوامه كريمي بصوا يا لهوي ريحته قلبة القوضة ريحته يا خرابي على جميل ريحته حبيباته قوية قلنا الريحة الحبيبات الريحة بتاعته جميلة حبيباته قوية حجمه مية وخمسين ملي يعني اقل شوية من السكرابات التانية اعتقد برضو سعره بيبقى اقل من ال ايفون كير وبيبقى اقل من البلانت اصباه فيما يخص ايفون بمقارنة مع السكراب بتاع اورفليم طبعا صاره اقل كتير احلى واحد فيهم وهاتوه وانتو مغمضين يعني انا من الجمال ريحته مستنية البودل سبلاش بتاعه ينزل عشان يجيبه لان ريحت وهمتني 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 بيستاهل فلوسه جربوه على ضمانتي حاجة جميلة تعالوا نشوفه كده مكتوب عليه ايه من ورا سكراب مكشر لبشرة الجسم هذا السكراب المكشر لبشرة الجسم تحتوي على مستخلصات البذورة المكشرة التي تترك البشرة ناعمة وملساء فعلا فعلا ورحتها جميلة وحاجة يعني اخر جمال ده اللي كيه برفق على بشرة الجسم في حركات دائرية مع الاهتمام بالمناطق الجفة مثل المرفقين والرقبتين والقدمين واشتفيه جيدا يمكن نستخدامه من مرتين لتلات مرات يعني هو لو السكراب مش غلط على الجسم كل يوم نستخدمه كل يوم يعني من جمال ريحته ايه ياريت يعملول انا شاور جيل بريحته ريحته جميلة جميلة يا جماعة جميلة جميلة بصوا افتح لهم الله الله ريحته مسكرة كمان انا احب الحاجات المسكرة ويبقى على على اجمل حاجة من الحاجات بردو اللي انا استخدمتها اه اللي بعده اللي يعتبر يضاهي يعني زيه بس طبعا ده ما بيراغيش لكن ده بقى ايه ده شاور جيل شاور جيل يعني مقشر وشاور جيل في نفس الوقت في حبيبات بصوا الحبيبات الخضرات دي طبعا ان انا قبل ما خلصت وقلت لازم اعمل عليه لازم اقول لكم عنه رغم ان في ناس كتير اتكلمت عنه على اليوتيوب هو في حبيبات كده لونها اخضر دي منعشة وكوية يعني تستحمي بيه تحسي بان تعيش غير ان هو فيه السكروب اللي هو الحبيبات دي فيها مينت هو مينت اند ريزبوري نوع من انواع التوت التوت الاحمر والنعناع الحبيبات دي شايز اقول لكم بقى لما بتفرق بيها الجسم ان تعيش وريحة التوت حاجة فضيع هو من Love Nature اللاين ده بيتميز ان هو اسعاره معقولة وحاجاته جميلة يعني حاجاته جميلة سواء مسكات انا فيه حاجات كتير استخدمتها من أرفلام هعمل لكم عنها ريفيو هات وده انا لهات اخر حبة فيه عشان ما يجيش هعمل لكم عنه ريفيو وتبقى الاساسة فضية بس هو انا قربت خلصه اصلا ما فقوش غير يعتبر الحبة ده ما يخلص هجيبه تاني بجد رائع من اجمل شاورجل اللي تخدمتها وكمان بتعمل سكروب يعني هو اتنين في واحد يعني انت بدل ما تخدي معيك الشاورجل والبادي سكروب بتاعك لا ده هو شاورجل وفي نفس الوقت منقشر يستاهل فلوسه ولتصراحة الباكاتجين بتاعته حلوة حاجة رائعة الجميل يعني برضو هتلاقي مكتوب عليها هو جل استحمام يراغي ثم يشتصم قرف لما بيتكلموش كتير يعني بيخلوا منتجاتهم هي اللي تتكلم عنهم كده خلصتلكو السكروب بتاعت الجسم البادي سكروب اللي استخدمتهم الحاجات حتى اللي قربت تخلص قلت اقافتكم قبل ما ايه مرمي العبوات بتاعتها نوها ايه احلى حاجة استخدمتيها هو الايفون ناترالز من ايفون يليل الشارجل السكروب ده من ارفلام دول بصراحة اسعارهم معقولة ونتجتهم وهمينة ريحتهم احلى احلى حاجة في الكون ييجي بعضو السكروب بتعمل كندهاني ده سكروب العرايس يعني ده بتاع عايز عروسة حاجة ده العياني حاجة كده ممتازة ده للناس اللي عايزة نظافة ما يهمهاش الريحة اللي هو بتاع بلانت سبا ده ما تجيبوهوش يا جماعة بتاع مية الورد وزدة الشيعة ما يستهلش فلوسه ما تجيبوهوش خالص محدش يجربو ما عجبنيش يعني ايفون تطورو يا تخلي شاورجل يا تخلي سكروب وتخلي الحبيبات بتاعته قوية شوي ده اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى ان انا اكون دفتو لكم علومة تفيدكو اشوفكم في جاية حلوة كتير على خير ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب وقول لكم باي باي